اشتركوا في القناة تنص الاتفاقية الأولى من نوعها على تعزيز التعاون عبر تبادل الخبرات والاستعانة بالمحاضرين من الأكاديمية الأولمبية الدولية لتقديم عدة برامج ودورات تدريبية بالمملكة وفتح المجال أمام عدد من الدارسين البحرينيين لدراسة الماجستير الأولمبي الذي تقدمه الأكاديمية الأولمبية الدولية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بتوقيع تلك الاتفاقية مع الأكاديمية الأولمبية الدولية والتي تعد واحدة من أعرق وأكبر لهيئات الرياضية العلمية على مستوى العالم وأضف سموه أن اللجنة الأولمبية البحرينية تولي أهمية كبيرة لتقديم البرامج التعليمية الإدارية والفنية التي تسهم في تخريج كوادر رياضية مؤهلة بالتعاون مع أكبر الجامعات والمعاهد الرياضية وها نحن نخطو خطوة كبيرة بتوقيع تلك الاتفاقية مع الأكاديمية الأولمبية الدولية المؤسسة الرائدة والعريقة في تقديم مختلف العلوم والمعارف الرياضية والأولمبية لتشكل تلك الاتفاقية خطوة نوعية جديدة على طريق تطوير أداء الأكاديمية الأولمبية وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف بين الطرفين وأشارها اسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن اللجنة الأولمبية البحرينية ماضية في الاهتمام بالتعليم الأولمبي وأنشر الثقافة الرياضية لخلق جيل متسلح بالعلم والمعرفة وذلك لأن عاكس إيجابا على مخرجات الحركة الرياضية في المملكة ترجمة نانسي قنقر